أخ يقول أنا نذرت أنه عندما تموت أمي أن أذهب إلى المقبرة وأدعو عليها أن تكون من أهل جهنم السبب لأن أمي خانت أبي مع ثلاثة رجال ليس علاقة فقط إنما بالزنا والعياذ بالله أنا الآن نادم على هذا النذر أمي ماتت و لما نذرت كان عمري ثلاثة عشر سنة كيف أتحرر من هذا النذر أنه الآن أدعو لها بالرحمة و ما هو مصير أمي يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أولا هذا النذر هو بالأصل باطل يعني النذر ليس واقعا إخوان ليس كل نذر تنذرونه هو واجب هو واجبا لا ليس كل نذر واجبا هناك بعض النذور ليست واجبا النذر ثلاثة أنواع إما إنسان ينذر على طاعة يفعلها مثل يقول إذا حصل كذا أصلي أو أصوم أو أتصدق أذبع خروفا وأوزع لحمة والفقراء هذه نذور واجبة أو أعتمر أو أحج يعني عموما ينذر على شيء هو طاعة هذا النذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وهناك من ينذر على معصية إنسان ينذر أن يقيم حفلة أو يعصي أو يرقص أو يمشي في الشارع عاريا أو معاصي هذه معاصي النذر فيها باطل يحرم تنفيذه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهناك نذر على مباح إنسان يقول إذا صار على فلان حاجة ألبس هذا النوع من الثياب ألبس يهدوم مشققة مثل بعض الناس تنذر هنا نذور الثافهة أو يقول أروح مشي من هذا المكان إلى هذا المكان يعني هذه لا هو عبادة ولا هو حرام هذه مباحات هذه أيضا ليست واجبة ليست واجبة أو نذر طاعة يحدد له مكانا عاما مكانا مثل يقول أصلي ركعتين بفلان جامع صلي هنا ببيتك النذر وجب لكن تحديد جامع ما بيأفضلية إلا إذا قال في مكة أو المدينة أو القدس نعم يجب أن يفي بنذره في ذلك المكان لأن الركعة بمكة بمئة ألف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة أما ما سواها فهي نفس الشيء بالنسبة للمساجد أو حتى لو صليت في البيت أو قال أذبح خروفا في المكان الفلاني في المسجد الفلاني في المدينة الفلانية وأوزعه الفقراء اذبح في بيتك ووزعه هذا النذر واجب لأن فيه صدق لك لكن المكان ليس واجبا فهذا النذر لما تقول أروح على القبر وادعا لها بجهنم ما معصية أن تدعو على أمك بالنار حتى لو كانت عاصية يحرم عليك أن تدعو عليها بالنار إنما تدعو لها بالمغفرة فهذا النذر ليس واجبا وليس عليك كفارة لأنه بالأصل نذر باطل يعني لا تطبق ولا تفعل شيئا أدعو لأمك بالرحمة أما أنك تسأل عن مصيرها يوم القيامة إذا ماتت ولم تتب الأمر خطير طبعا من مات على كبيرة لم يتب منها أمره خطير ترجى له المغفرات ترجى له الرحمة وكثروا لها من الدعاء والصدقات والختمات لكن الأمر خطير الزاني في صندوق من نار يغلي به إلى يوم القيامة ونسى الله السلام وهو من أكبر الكبائر ومن أشد من الذنوب التي اتفقت الشرائع على تحريمها ونسأل الله العافية